كما التقى الرئيس السيسي برئيس المجلس الأوروبي على هامش انعقاد قيمة مثاق تمويل العالمي الجديد حيث رحب الرئيس السيسي باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأوروبي مؤكداً لاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة بين الجانبين أخذاً في الاعتبار التشارك في الجوار الإقليمي المتوسطي وأهمية التنصيق المشترك في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية وأكد المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث ثمن رئيس المجلس الأوروبي في هذا الإطار الجهود المصرية المقدرة من قبل الاتحادي الأوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمثل الأمن والاستقرار بدول المتوسط خاصة على صعيد استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وأيضاً اتجه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط وتم كذلك مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية فضلاً عن مستجدات الأزمة الراهنة في السودان الشقيق حيث توافق الجانبان بشأن أهمية مواصلة التشاور وتنصيق خلال الفترة القادمة من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه الأزمة وذلك على نحو أن يراعي مصلح الشعب السوداني في هذا الصدد والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها